بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس معكم الأستاذ عبد السلام بن إبراهيم السيف مشرف اللغة العربية الدرس هذا اليوم إن شاء الله أنه درس ستستمتعون به وهو عن الكتابة بخط النسخ الكتابة بخط النسخ ستستمتعون بهذا الدرس لماذا؟ لأنكم ستتعلمون كيف تكتبون بخط جميل الآن أنا سأعلمكم بإذن الله الطريقة الصحيحة للكتابة بخط جميل جدا ولكن المطلوب منكم أن تركزوا المطلوب منك أيها الطالبة أن تركز وتكتب ببطء والمطلوب منك أيها الطالب أن تركز وتكتب ببطء أولا دعونا نقرأ العبارة الموجودة إن صلة الرحم من أعظم وسائل القرب من الله ذي الجلال والإكرام هنا يطلب منا أن نقرأ الجملة السابقة ثم نستنتج بعض قواعد النسخ بعض قواعد خط النسخ تتعلق هنا في هذه الجملة ما هي الحروف التي تكتب تحت السطر مثل النون مثل الراء والميم هنا تنزل الميم أيضا الواو اللام الراء النون الياء اللام والميم والراء والواو وما هي الحروف التي تكتب فوق السطر مثل ما تشاهدون أنتم وما هي الحروف التي تكتب أعلى السطر هناك قواعد كثيرة لكتابة النسخ ولكن المطلوب منك هنا بأن تكتب ببطء دعونا ننتقل إلى الصفحة التي تليها هنا يقول كتبت فاطمة رسالة إلى صديقاتها في مجلتها المفضلة ثم عرضتها على أمها لتبدي رأيها فيها فلما اطلعت عليها وجدتها كالآتي هذه الآن كما تشاهدون هذه فاطمة كتبت هذه الرسالة الأم لم تعجبها هذه الرسالة يقول هنا أبدت الأم انزعاجها من الأخطاء التي وقعت فيها ابنتها وأرشدتها إلى الكتابة الصحيحة وطلبت إليها إعادة كتابة الرسالة بخط جميل خال من الأخطاء الآن هل تمكن مساعدة الطفلة في إعادة كتابة رسالتها بحيث تكون خالية من الأخطاء مع مراعاة قواعد النسخ التي تعلمتها فلننظر إلى الرسالة الرسالة موجودة عندكم في صفحة 172 أنا سأكتب لكم هذه الرسالة الرسالة فيها بعض الأخطاء الرسالة فيها بعض الأخطاء الإملائية وأيضا نحاول أن نكتبها بخط جميل أولا صديقاتي انظروا كيف نكتب من الأهم جدا أن تعرف من أين تكتب الخط أين تبدأ هل تبدأ من الأعلى أم من الأسفل هل تبدأ من اليمين أم من اليسار ما هي الحروف التي تصعد فوق الخط وما هي الحروف التي تكتب على الخط وما هي الحروف التي تكتب تحت الخط انظروا صديقاتي صديقاتي أضع الفتحة الكسرة فتحة كسرة ثم أضع النقطتين ثم أضع النقطتين الرأسيتين أول كلمة ما هي أول كلمة صعب أن نقرأها لماذا؟ بسبب الخط هنا هي تكتب أول كلمة أحببت هذه هي الألف أحببت أحببت نضع النقط وبعد أن نضع النقط نكتب الحركات أح أح ببت أحببت أحببت من خلال مجلتكم الغالية انظر هي كتبت الغالية كتابة غير صحيحة من من خلال من خلال مجلتكم الغالية سأعود لكتابة الحركات من خلال مجلتكم من خلال مجلتكم مجلتكم نعيد الكتابة نعيد الكتابة من خلال مجلتكم الغالية الغالية انظروا هي لم تكتب الألف في الغالية ألف المد من خلال مجلتكم الغالية أن أوجه أن أن أوجه أن أوجه الحركات الآن تهنئة أنظروا إلى كتابة تهنئة كتبتها الطفلة بكتابة إملائية خاضية ته أنظروا هي كتبت الهمزة على الألف والهمزة الصحيح أنها على اليا أو ما يسمى على كرسي ته نئة بقدوم العيد بقدوم بقدوم العيد حاول أن تكتب الآن معي أن تقلدني بقدوم العيد ثم فاصلة فاصلة وأدعو وأدعو الله وأدعو الله أنظروا كيف كتبت أدعو كتبتها خطأا لا تكتب الألف مع أدعو وإنما تكتب بدون ألف وأدعو الله وأدعو الله أن أن يبارك لنا يبارك يبارك لنا ويجعل يبارك لنا ويجعل ماذا كيف كتبت كلمة حياتنا هل كتبتها كتابة صحيحة أم أن هناك خطأ في كتابة حياتنا ويجعل كلمة حياتنا ويجعل حياتنا هي كتبتها بدون ألف المد يجب أن تكتب هكذا ويجعل حياتنا حياتنا ألف المد حياتنا حياتنا سعيدة سعيدة وكل عام وأنتم بخير سأكتفي بهذا ويجعل حياتنا سعيدة وكل عام وأنتم بخير صديقتكم فاطمة انظروا الآن إلى هذه الكتابة صديقاتي ما هي الحروف التي تكتب تحت الصطر ما هي حرف الياء هنا هنا حرف الياء في هذه الكلمة وهنا النون اللام الميم هنا الواو هنا الواو والميم والواو والواو والنون والرا والواو إذن الحروف التي نزلت تحت الصطر هي هنا ياء ونون وواو ورا باقي الحروف إما أن تكتب على الصطر نفسه أو ترتفع قليلا عن الصطر دائما تبدأ بالحروف تبدأ من الأعلى ثم تنزل إلى الأسفل هكذا دائما حاول أن أن تبدأ بالحروف إذن الآن في هذه الصفحة تكتب صفحة 173 في هذه الأسطر حاول أن تكتب مثل ما تشاهده أمامك أكتب ببطء أيها الطالب وأيتها الطالبة أكتبي ببطء بتأني لا تحاول أن تكون سريعا إذا إذا حاولت أيها الطالبة وحاولت أنت أيها الطالب أن تكتب ببطء أن تعرف من أين تبدأ الأحرف من الأعلى إلى الأسفل ومن اليمين إلى اليسار فإنك وإنك ستصبحون خطاطين يصبح خطكم جميلا مثل ما تشاهدون أمامكم ولكن أكتبوا بتأني الآن المطلوب منكم أن توقف التسأل توقفوا الدرس وتقوم بكتابة هذا الدرس طيب الآن في صفحة مئة مئة صفحة مئة واربعة وسبعين صفحة كم مئة واربعة وسبعين يقول أحضر ورقا ملونا أحضر ورقا ملونا وأكتب عليه حكمة جميلة بخط النسخ تحث المجتمع على المحافظة على ثروات الطبيعة من حولنا للأجيال القادمة ثم أقص الورقة ثم أقصه وأرصقه على ورق أبيض وأعلقه في لوحة في الصف أيضا يقول لنا هذه معلومة هذا نشاط هذه معلومة لقد كان للعالم الجليل ابن مقله ابن مقله هذا أحد الخطاطين في التاريخ دور كبير في تطوير الخط وإرساء قواعده وهندسة حروفه فقد وضع قواعد خط النسخ وغيره فقد وضع قواعد خط النسخ وغيره من الخطوط أبحث عن معلومات عنه ثم أكتب بخط النسخ ملخصا لما قرأته في دفتري ابن مقله هذا ابن مقله أنت المطلوب منك أن تفتح محرك البحث مثلا جوجل وتكتب ابن مقله فقط اكتب ابن مقله سيتظهر عليك معلومات كثيرة عن ابن مقله مثلا في وكيبيديا أو غيرها اكتب بخط النسخ معلومة من سطرين عن ابن مقله طيب بهذا النشاط سنختم هذا الدرس لذلك أشكركم جميعا على كل ما تقدمونه وعلى كل ما تتابعونه وعلى نشاطكم واجتهادكم في متابعة التدريس معكم الأستاذ عبد السلام بن إبراهيم السيف مشرف اللغة العربية هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر